بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير وحلقة جديدة من برنامج الترند حلقة النهاردة جاية بالتأكيد بعد مباراة الاتحاد السكنداري بالأمس في مباراة الدور العام مباراة كانت مهمة كانت من الممكن أن تكون مباراة الحسم لكن بالتأكيد ما زال هناك العديد من المباراة في أي وقت وفي أي لحظة من اللحظات الأهلي بطلة للدور العام بالدرع رقم 42 وبالتأكيد عندنا تفاصيل كتيرة في حلقة النهاردة لكن على طول نبدأ في تفاصيل الحلقة ونبدأ مع سؤال حلقة النهاردة اللي بالتأكيد جاي مع أحداث مباراة اليوم والكل هيشاركنا من خلال هذا السؤال اللي طرحناه على كل المشاهدين من خلال طرح سؤال مهم جداً لعلاقة بالأمر المتعلق بمباراة الأمس شاركونا وانتظروا طبعاً بالتأكيد ننتظر رأيكم في خلال إجابة على هذا السؤال رأي كل الناس في مستوى التحكيم المصري في ظل وجود تقنية الفار وهل تقنية الفار ساعدت الحكام المصريين خلال الفترة الأخيرة ولا ما زالت هناك أزمات بالنسبة للتحكيم المصري خلال الفترة الأخيرة كل المشاهدين يشاركونا في الإجابة على هذا السؤال من خلال حلقة النهاردة من برنامج التريند وبالتأكيد في الفقرة الأخيرة هنعرض كل مشاركتكم وإجابتكم على هذا السؤال وبالتأكيد هنشوف أراءكم في مستوى التحكيم المصري بالنسبة للمرحلة القادمة بالتأكيد سؤال مهم جداً وله علاقة بالأحداث الجارية منذ مباراة الأمس مع الاتحاد السكندري واللي شهدت أخطاء تحكيمية فجأة لم يكن يتوقعها أحد خلال الفترة الأخيرة لكن بسرعة ندخل إلى عنوين الحلقة ونشوف حلقة النهاردة من برنامج التريند فيها عنوين بالتأكيد مهمة جداً نبدأ بأول عنوان وعلها علاقة بالتأكيد أن الأهل بيغلق ملف الاتحاد السكندري وهيبدأ غداً الاستعداد لمواجهة مصر المقصة ندخل على التريند المحلي مواجهتين في الدوري اليوم مصر المقصة مع إفسي مصر ونادي الإسماعيلي مع المقاولون العرب ثم التريند العالمي الحكومة الإنجليزية تسمح بعودة الجماهير أول أكتوبر بالتأكيد دي كانت عنوين حلقة النهاردة من برنامج التريند عنوين لها علاقة بالتأكيد بالأحداث الجارية ومباراة الأمس بالطبع كان فيها تفاصيل كثيرة بدايةً الأهل هو بطل الدوري بإذن الله ما فيش أي شك في هذا الموضوع لكن هي المسألة مسألة وقت ليه مسألة وقت؟ عشان نحسم المسابقة مبكراً ونبدأ نفكر في المسابقة الإفريقية مباراة الوداد المغربي لأنه بالتأكيد ده الحدث الأهم بالنسبة للمرحلة اللي جاية بعد موسم طويل وشاق ورغم التحديات لكن النادي الأهل معود جماهيراً أنه يكون بطل الدوري وبفارق شاسع وكبير عن أقرب المنافسين حتى لو المنافس زي ما قدوا بقوا على الجهد ولا هو شايف المساء يعني الابتعاد ما بين صاحب المركز الأول والمركز التاني كبير جداً ما فيش منافسة وحتى لو صاحب المركز التاني شايف أنه ممكن يكون هو ده بالنسبة له رقم جيد لكن طبعاً بالنسبة أنه نحن ده الطبيعي الأهل ممكن يعمل فريق عشرين تلاتين نقطة عن أقرب ونفسي للأهل بالتأكيد بيسعى لي بطولة الدوري بالمناسبة الأهل في الصدارة باتنين وسبعين نقطة والزمالك في المركز التاني خمسة وخمسين نقطة مع الوضع في الاعتبار أن الزمالك مخصوم منه كلام نهائي ثلاث نقاط في نهاية الموسم بعد انسحابه أمام النادي الأهلي في لقاء الدوري الأول وبالتالي الزمالك عنده من نفسها قوى جداً مع المؤولين وبيرمدز على من سيكون صاحب المركز التاني تفاصيل أكتر عن ما حدث في مباراة الأمس في مباراة الاتحاد والأهلي وبالتأكيد سعي الأهلي لي بطولة الدوري ولكن أهرج إلى فاصل وبعد الفاصل عندنا تفاصيل في فقرة ترند الترند مهمة جداً واسمعوها لأن فيه تفاصيل وكلام مهم بالنسبة للمرحلة اللي جاية أهلا بحضركم من جديد وفقرة ترند الترند فقرة ترند الترند النهاردة فيها بيان وفيها كلام وتفاصيل ومعلومات لأول مرة بتتقال في الفترة الحالية بسبب أن خلاص أصبحت هناك لجنة للحكام بتدير الفترة القادمة والعمر المتبقي من مسابقة الدور العام يمكن النادي الأهلي أصدر بيان منذ لحظات قليلة البيان لأعلاقة بالأحداث التي حدثت بالأمس في مباراة الاتحاد السكندري والأهلي وبالتأكيد كانت مفاجأة بالنسبة لأداء التحكيمي اللي بيحصل في المباراة الأخيرة في ظل وجود تكنية الفار بيان النادي الأهلي أن النادي الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكمية وتحديد معايير واضحة لاختيار الحكام بالنسبة للمرحلة القادمة أرسلت إدارة النادي الأهلي خطابا للتحاد الكرة القادمة تطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكمية غير المبررة والتي تشهدها مباراة الأهلي في بطولة الدوري مثل ما حدث في المباراة الأخيرة والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاء فجة أثرت على نتيجة المباراة وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها كما طالبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة الأمس والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفني ويصدر بحقهم العقوبات وأكدت إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة الأمس يدير المباراة الرابعة للأهل هذا الموسم والثانية خلال 12 يوم في حين أن الحكم المصنف رقم واحد لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهل كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بيبك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة في أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطاه الفجة وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهل وبيرمتز الموسم الماضي وأصارت قراراته غير الموفقة حين زاج جدلا كبيرا وللأسف جاءت لجنة الحكام بذات الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهل والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم وشددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنفسة والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم بيان كان واضح وصريح ومحدد في أهدافه من إدارة النادي الأهلي بعد الأخطاء التحكمية الفجة اللي كانت موجودة في مباراة الأمس واللي كان بطلها الحكم إبراهيم نور الدين عشان أشرح لكم التفاصيل وزا من أنت قدامك هو بيان النادي الأهلي فيه على الشاشة أقول لكم الدنيا مشى إزاي في لجنة الحكام لجنة الحكام حاليا بتشكيلها الجديد برئاسة الكابتن وجيه أحمد لكن فيه جزئية مهمة جدا بعد ما قارنا البيان عايز أتكلم في جزئية علاقة بقى بإدارة لجنة الحكام في الفترة الأخيرة أنا مش هتكلم على أخطاء التحكمية فاول ضرب الجزاء حكم الفار خلاص المحللين اتكلموا والناس سمعت انبارح كل الناس اللي اتقرأها في هذا الموضوع لكن أنا عندي تفاصيل ومعلومات في كيفية إدارة اللجنة والمعايير اللي النادي الأهلي كان بيسأل عليها دلوقتي وبيسأل اتحاد القرى كيف يتم إسناد هؤلاء الحكام لهذه المباراة وفينا الحكام المصنف رقم واحد أولا القرار الأول والأخير في اختيار الحكام لمباراة الدوري ليس قرار كابتن وجي أحمد ممكن البعض يقول لي ما هو قرار مين أقول لك قرار الحكام أنفسهم كابتن إبراهيم نور الدين هو اللي اختار مباراة الأمس وفيه خناء حاليا على مباراة الأهل وبيراميدز وفيه حكام بالاسم بيختاروا مباراة الفترة الأخيرة البعض يقول لي إزاي ده فيه لجنة وفيه رئيس وفيه سكرتير وفيه أعضاء له أقول لك كمان أكبر دليل على ده عندك حكم زي الحكم محمد الصباحي أنا هديك مثال عشان أوريك اللجنة كيف تدير الأمور في الفترة الحالية عندك حكم زي الكابتن محمد الصباحي حكم درجة أولى عنده مشوار طويل في الدور العام وعنده خبرات كبيرة كان عمل عملية غضروف من فترة رايبة فبالتالي مش هيدر يكون جاهز لإدارة مباراة في الملعب لكن كان عنده عدد ساعات وقت معينة كانت نقصة فيه إنه هو عشان ياخد رخصة الفار في إحدى الاجتماعات الأخيرة في تقييم الحكام وده بيتم أولاين ما بين رئيس اللجنة مع كل الحكام اللي بيديروا سواء في الدور الممتاز أو حكام تقنية الفار كابتن محمد الصباحي اتكلم مع كابتن وجيه أحمد وكان بيتكلم بحدة إزاي أنا مش موجود ضمن حكام الفار أنا عندي إصابة ولسه راجع ومش جاهز إن أنا أبدأ أحكم مباراة في الملعب لكن أنا فين من حكام الفار إزاي حسام عزب حجاج ابن الكابتن عزب حجاج ما بيدرش مباراة في الدوري وخد رخصة الفار إزاي عمر الشناوي ابن نجل الكابتن أحمد الشناوي ما بيدرش مباراة في الدوري العام وخد رخصة الفار ازاي خالد جمال الغندور نجل الكابتن جمال الغندور ما بيدرش مباريات في الدورة الممتاز ومع ذلك خد رخصة الفار وانا محمد الصباح اللي قدرت مباريات في الدورة العام مش عارف اخد رخصة الفار على طول الكابتن وجيه عشان هو هنا في وقتها لقى الكابتن الصباح بيزع وبيكلم في حقه رح خصص له نص ساعة في احدى الملاعب عشان يكمل عدد ساعات الزمن وياخد الرخصة بالمناسبة لو عمل ده لكل الحكام اللي كانوا قسلهم عدد ساعات مهانة خدت اقول ما فيش مشكلة لكن هنا واحد طالب بحقه وكان صوته عالي في الاجتماع فخد حقه اتعمل له نص ساعة في ملعب وخد رخصة الفار وهيكون موجود لكن في الاساس من الحكام اللي موجودين في غرفة الفار هل هم حكام بيديروا مباراة في الدورة فعندهم خبرة عشان يكون موجودين في رخصة الفار لا ليه شمعنا فين الحكام اللي موجودين في غرفة الفار اللي هم عندهم خبرات كبيرة وخبرات مميزة ليه الحكام الدوليين عددهم قليل في غرفة الفار فين وفين لا بينلا火 حكم دولي في غرفة الفار هما فين ليه هم مش موجودين عشان دايماً بيطلبوا إدارة مباراة في الدورة البعض يقول لي طب ايه الهدف ان الكابتن إبراهيم نور الدين يطلب يدير مباراة الاه والاتحاد وايه الهدف انه فيه خناقق على مباراة الآله وبيرامدز وأمينه عمر عايز يديرها من دلوقتي والمباراة لسه قدامها حوالي شهر ونص ولا شهرين ليه؟ انت داخل على قيمة دولية كل حكم دلوقتي بيحاول ياخد أكبر كم من المباراة عشان يوصل لطارجة معين عشان التقييم الفني يسمح له أن يكون مرشح دولي الفترة اللي جاية تب اللجنة هنا دورها إيه؟ اللجنة ملهاش دور أي حكم عايز يدير مباراة بيقدر يدير الكابتن وجيه من صاحب الكلمة الأولى في إدارة تعامل لجنة الحكام للفترة الأخيرة بدليل أن إبراهيم نور الدين من عشرة يام كان بيجير مباراة الأهل والجونا وقبلها كان عنده مشكلة تحكمية في مباراة الحارس والإسماعيلي ألف بتقييم فني لو هنتكلم عن دور المراقبين وده كلام هيجي وقته دلوقتي لأن بيان الأهل يتكلم عليه ألف بأن المراقب اللي بيكون موجود في المباراة بيقول الحكم ده أجاد ولا لم يجيد الدرجة اللي بياخدها ولو درجته مش كبيرة بيتم ابتعاده فترة قريبة لكن مع ذلك كان موجود في مباراة الحارس والإسماعيلي وما شهدتها من عدد من كبير جدا من ضربات الجزاء وكانت أخطاعة حكمية كبيرة جدا ومع ذلك تواجدت في مباراة الأهل والجونا حدثت أخطاعة حكمية وكان عنده إصرار أن يجير مباراة الاتحاد والأهل ليه عنده إصرار؟ لأن كل في السجدات التحليلية يتكلم على الكابتن إبراهيم أنه إزاي ما حسبش فاول على أحمد فتحي في نهاية المباراة؟ إزاي مداش فرصة لنادي الجونا في كورة كان شايفها أنه هو كان ممكن تتحسف فاول وردت للآله في هدف كان هدف الفوز على نادي الجونا فبالتالي كابتن إبراهيم نور الدين كان عنده إصرار أن يدير هذه المباراة سريعا عشان يمحي الصورة اللي كانت موجودة قبل كده عشان كده كان عنده تعمد أنه يكون فيه قرار تجاه أحمد فتحي كل حكم لما بيكون بيدير مباراة عارف هو بيحكمها إزاي الكابتن محمود عشور بنفس المعيار مع جونير أجاييه في الدينة 25 في مباراة الإسماعيلي ما حسبهاش فاول على لعب الإسماعيلي هو عامل دابل كيك والمفروض أجاييه كان طالع في الارتفاع العالي وبيلعب الكرة براسه اتحسبت فاول على أجاييه بنفس المعيار ده اتحسبت ضد الأهل ركل الجزاء في مباراة الاتحاد السكندري وبالمناسبة 1.000 مليون سلام على محمود رزق مدافع ندي الاتحاد السكندري 1.000 مليون سلام عليك فبالتالي في مشاكل في التحكيم كبيرة جدا في الفترة الحالية مين صاحب الكلمة مش معروف الحكام بيختاروا مباراة عندهم قائمة دولية كل حكم بيصارع عشان يختار مباراة الفترة الجاية وفي النهاية اللجنة ما عندهاش استراتيجية لتصعيد حكام واعدين الفترة الجاية عشان كده ما عندكش حكم بيختار من ضمن الحكام الواعدين في الاتحاد الافريقي في الكرس اللي هيتعمل في شهر 11 انت ما عندكش حكم وعد ليه لان ما فيش لجنة بتدير صح لان كل حكم صاحب صوت داخل اللجنة بياخد المباراة اللي هو عايزها اخر حاجة ببيان الاهل اتكلم على موضوع المراقبين لجنة الحكام منذ ان تم تشكيلها وتعينها برئاسة الكابتن وجيه احمد ما بتعلنش مين حكام او مين مراقبي حكام المباراة ليه لان لجنة الحكام شريك اساسي في مراقبة مباراة الدوري العام حتى لما بيتم باختيار مراقبين لمباراة الدوري بتروح تجيب رؤساء مناطق لأسباب انتخابية في الفترة اللي جاية عندك الحكام اللي بيديروا مباراة واعتزلوا هم فين من المراقبة فين محمد عبدالقادر مرسي فين شريف رشوان فين بقى الحكام اللي كانوا دايما موجودين في الدور الممتاز مش موجودين دلاتي في المراقبين انت بتجيب رؤساء مناطق لأسباب انتخابية لفترة الجاية بتحطهم في المباريات عشان يديروا. وانت كلجنة المفروض انت بترائب على الحكم وانت اللي بتعينه انت اللي بتحط نفسك مرائب على اختيارك ده ازاي? فبالتالي في مشاكل في موضوع اختيار المرائبين في مشاكل في صاحب القرار في موضوع تعيين الحكام والحكام انفسهم عندهم مشاكل الفترة الحالية في بعض الليعبات داخل المباريات وفي ازمة ايضا موجودة في تكنية الفار عموما ازمة كبيرة ولازم اللجنة الخماسية تاخد بالها ولو فيه عضو في اللجنة الخماسية مشرف على هذا الملف خط هذا الملف في عينك كويس قوي لأن الملف ده هيسبب أزمات الدوري خلصان والأهل بطل لكن لسه كاس مصر لسه السوبر لسه الموسم اللي جاي يا لجنة ده انت روح تجيبته حكام مباراة الأهل والزمالك اللي موجودين في الفار مش حكام دوليين روح تجيبته حكام درجة أولى هل دا يا ليخ؟ هل دا يا ليخ بلجنة عايزة تدير القرى المصرية بشكل احتراف الفترة الجاية الأهل بيظلم ظلم بيّن منذ أن تم تجهيز تقنية الفار الفترة الأخيرة وبأعين تقنية الفار نفسها في المباراة الأخيرة والحكام عارفين ما بيحسبوش رغم أن الصورة واضحة عموما أروح لي حاجة تانية في ترند الترند خبر مهم جدا معنا وهو ليه علاقة بالمباراة القادمة في الدوري دوري أبطال إفريقيا وكان لنا السابق دايما في هذا الملف معاكو والنهارده معانا أيضا واحنا بنعرض لكم جدول مباراة دوري الأبطال والكونفيدرولية بالملاعب والتوقيت والزمن 17 أكتوبر الوداد والأهل في مركب محمد الخامس في كزابلانكا الرجاء والزمالك يوم 18 أكتوبر أيضا في مركب محمد الخامس به كزابلانكا مباراة الإياب 23 أكتوبر الأهل والوداد على أستاذ برج العرب بلأسكندرية 24 أكتوبر الزمالك والرجاء على أستاذ برج العرب بلأسكندرية ستة نوفمبر الفائز من نصف النهاء الأول ونصف النهاء التاني وسيكون تحديد الملعب بالقرعة في الفترة القادمة إن لم يكن هناك ملعب محايد سيمي فاينال الكونفيدرالية نهضة دركان حسنية أغادير في مركب محمد الخامس في كذابلانكا 19 أكتوبر برامز وحراك ونكري في ملعب مولاي عبدالله في الرباط يوم 20 أكتوبر والفاينال تم نقله من مركب محمد الخامس إلى ملعب مولاي عبدالله بالرباط يوم 25 أكتوبر نتيجة طبعاً النضار البيضاء حالياً في كذابلانكا موضوع فيروس كورونا فالاتحاد الأفريقي خد إجراء احترازي ونقل النهائي هيكون في الرباط حتى لو لسه بعد شهر هذه المبرأة آخر فقرة وده الخبر الأبرز المهم في هذا الموضوع الاتحاد الأفريقي هيدعم الأندية اللي هتشارك في دوري الأبطال والكونفيدرالية بـ 50 ألف دولار لكل فريق خلال الفترة القادمة من كل رحلة سفر قدامكم على الشاشة هي 50 ألف دولار لكل فريق خلال الفترة القادمة عن كل رحلة سفر يعني الأهل لما يسافر للمغرب عشان يواجه الوداد فيه 50 ألف دولار دعم للنادي الأهلي نفس الأمر للزمالك نفس الأمر للرجاء والوداد لما ييجي لعبه الأهلي وأيضاً فيه الكونفيدرالية حتى لو الوصول النهائي لو الأهل ليلعب النهائي خارج مصر فيه 50 ألف دولار أخرى كدعم من الاتحاد الإفريقي بعد التنصيق وهذه الأموال مصروفة من الاتحاد المصري ومن الجامعة الملكية المغربية كل توفية رب للنادي الأهلي وأخرج إلى فاصل وبعد الفاصل ندخل بقى في تريند الأهلي ونشوف السوشيال ميديا وحادثها بعد مباراة الأمس بين الاتحاد والأهلي في الدوري العام أهلاً بحضراتكم من جديد وفقر التريند الأهلي واللي موجود على السوشيال ميديا من المباراة بالتأكيد الناس كلها بتتكلم على التتويج ومباراة الاتحاد والأهلي والأخطاء التحكمية واللي شرحنا تفاصيل وكواليس من أداء عمل لجنة الحكام الفتر أخير لكن نبدأ بسرعة من عنوين تريند الأهلي وأول حاجة معانا من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وقامنا على الشاشة صفحة الرسمية للأهلي على تويتر كتبوا فيها التوفي والأشياء أخرى أجلت الحسب لبعض الوقت معاك يا أهلي معاك يا أهلي يا رب بإذن الله الفترة الجاية وبإذن الله مع الوقت أنت ممكن مباراة الجمعة إن شاء الله الزمالك وأسوان يكون الأهلي بطل الدوري مباراة الأهلي والمقصة يكون الأهلي بطل الدوري هي مسألة وقت لكن في النهاية أنت بتلعب على لعبة الأرقام الخياسية وإزاي تقدر تحسن مبكراً عشان تفكر في بطولة إفريقيا نروح على طول الصفحة الرسمية يلا كوراً على الفيسبوك واللي قالت قطار الأهلي يتوقف قليلاً في محطة الاتحاد السكندري ويؤجل الحسن للمباراة القادمة وكتيبة الأهلي والقطار وفيه طبعاً لعبة النادي الأهلي مع رينيف فيلر السويسر أيضاً كمان من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك ويكلموا على الشناوي محمد الشناوي حارس مارمى النادي الأهلي وقال يستمر بالحفاظ على شباك ونظيفة الإخطابوت يستمر في التألق ويتصدر كل المشاهد كانت مباراة عظيمة لمحمد الشناوي بالأمس بيواصل مسلسل التألق في خلال الفترة الأخيرة في الدورة أحسن حارس في الدورة المصري أحسن حارس في مصر الحارس الجدير بقيادة المنتخب الوطني في الفترة القادمة بتتكلموا في أقل أو من حوالي 20 مباراة كلين شئة الفترة الأخيرة ومش بيتصدى وكمان بيصنع أهداف فموسم ولا أروع النجم كبير زي محمد الشناوي كمان من الحساب الرسمي لموقع في الجول على تويتر واللي نشروا فيه إحصائيات لمحمد الشناوي بوصوله لمباراة رقم 20 بدون تلقي أي أهداف زي ما قلت لكم 20 مباراة كلين شيت 26 مباراة في الدورة 20 مباراة شباك نظيفة وتمن أهداف اهتزت شباكه خلال المباراة المتبقية طيب نكمل معاكم ونشوف برضو من خلال السوشيال ميديا صفحة الأهل اليوم من الصفحات الجماهرية لمنادي الأهلي وتكلمت على محمد الشناوي وقالت حارس كبير جدا وهو واقف كلنا عارفين ما لي مكانه وانه جيد بالقدر الكافي لحراسة مرمى الأهلي الشناوي اجتهد وتعب عشان يبقى حارس الأهلي الأول ومنتخب مصر ولكل مجتهد نصيب وحاليا وعن جدارة هو الأفضل بفرق شاسع عن أقرب منافسي وكفاية أننا في أي انفراد أو قرى خطرة بينا بنشعر بالثقة في أنه يحاول بكل جهده فيها إن شاء الله التوفيلي الشناوي لفترة الجاية ولسه عندنا كمان مباراة أهم وأقوى مباراة البطولة الإفريقية مع نادي الوداد المغربي صفحة ماجيكانو أيضا كمان على الفيسبوك أشادت بمحمد هاني وقالت لقطة مضيئة لمحمد هاني بالمناسبة القرى دي كانت تبقى شبه انفراد لكن محمد هاني عمل يعني تغطية عكسية بشكل مميز جدا ويقدر يقفل الزاوية بسرعة ويمرر القرى قبل ما ينفرد بيها مدافع أو مهاجم نادي الاتحاد منفردا بمحمد الشناوي صورة لريني فيلر ريني فيلر المدير الفني السويسري من خلال صفحة في الجول على الإنستجرام كتبوا فيها إن دي للمرة الأولى مع فيلر لا ينجح الأهلي في تسجيل هدف في الدوري لما بتتكلم في إحصائيات ممكن تقول فيه فريق يعني قدر يخرج تعادل قدر يكسب مباراة كسل مباراتين وخسر مباراة لكن الأرقام القياسية والإحصائيات دي مش هتلاقيه إلا في النادي الأهلي عشان جدا برضا أنا بستغرب لما بيطلع المنافس أو المسؤولين في الأندية الأخرى أو في المركز التاني يطلع يقولك النادي الأهلي السنادي خسر بطولة واثنين وثلاثة واربعة يا أخي أخي بص في رقيتك وشوف مشاكلك فين ده أنت بعيد عني بعشرين نقطة وأنتم بترصخوا مبدأ جديد أن اللي في المركز التاني بعيد عني بعشرين نقطة يبقى هو البطل واللي في الصدارة بعيد بعشرين تلاتين نقطة هو اللي عنده مشاكل يا راجل صلى عن نبي طيب نكمل مع بعض الصورة عظيمة لنيفايلان من خلال صفحة في الجول لكن الصفحة الرسمية للأهرام سبورت بالتأكيد بتتكلم على علي لطفي وحارس الأهل يطمئن الجميع على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا طبعا ألف مليون سلام على علي لطفي وياسر إبراهيم وديفيد سيزا مدرب النادي الأهلي ألف مليون سلام عليهم بالطبع فيه مباراة مهمة جدا مع المقاصة يوم السبت اللي جاي هيكون فيه مسحة كورونا غدا إن شاء الله الجهاز الفني باللعبة كله بالتأكيد هيحاول يعمل المسحة الطبية للإطمئنة على حالة الجميع وإن شاء الله بإذن الله أيام قليلة جدا ويعود علي لطفي وياسر إبراهيم وديفيد سيزا إن شاء الله الفترة الجاية عشان نطمئن على صحته وبإذن الله الفترة الجاية تكون أفضل وبنتمنى يا رب السلامة للجميع سواء في الأهل أو حتى في كل الأندية المصرية طب الحساب الرسمي لسوبر كورونا على الفيسبوك قالوا فيه إن الأهل بيغلق ملف الاتحاد السكندري ويبدأ الاستعداد لمواجهة المقاصة بكرة تمرين إن شاء الله هيكون الساعة أربعة ونص العصر على ملعب مختار التيتش هيكون الاستعداد بقى الجاد لمباراة مصر المقاصة عندك الأربعة وتمرين الخميس تدخل مع أسقر يوم الجمعة والمباراة إن شاء الله يوم السابت الساعة الثمانية بإذن الله على أستاذ القاهرة صفحة الوطن السبورتي بيتكلموا على بقى كيف سيتعامل فيلر مع مباراة المقاصة في الظل إن فيه غيابات عديدة بيتكلموا إن فيلر هيستعين بحمد فتحي لحل أزمة الدفاع وبيجهز أليو ديانج إنت عندكو غيابات خط الدفاع في مباراة المقاصة أحمد فتحي ليه الإنذار التاني والطرد رامي ربيعة هيعمل أشعة النهاردة عشان نتطمن على سلامته وعنده شد فيه العضلة الخلفية إن شاء الله تكون إصابة خفيفة ما تاخدش منه بساحة وقت بإذن الله ويرجع بسرعة عندك محمود متولى عنده روباط صليبي سعد سمير غير مقيد وياسر إبراهيم مستبعد بالتأكيد بسبب موضوع فيروس كورونا فبالتالي ما عندكش غير أيمن أشرف الوطن الصبرت بيتكلم بقى كيف سيتعامل فيلر مع مباراة المقاصة وسد الصغارات بسبب الغيابات الكبيرة في خط الدفاع هيكون موجود بالتأكيد حمد فتحي اليو ديانج في خيارات عديدة بالنسبة للمرحلة جالك إن شاء الله فريط الأهلي عندها كم كبير جدا من اللي عابينه نقدر نتخطى هذا الظرف في ظل الغيابات العديدة آخر حاجة معايا من صفحة أهلي للكرة الطائرة صفحة الفوليبول بيكلموا على بعدما الفريق فاز بالدوري للكرة الطائرة للمرة الـ 32 في تاريخ النادي تتويج الماسترز وطبعا تتتكلم على فريق أهلي للكرة الطائرة بطل الدوري تتتكلم على نجوم الصلاة أبطال الصلاة ألعاب الصلاة تلقى الآل في الطائرة واخد دوري وكاس سواهي رجال أو سيدات تلقى الآل في السلة بيوصل المراحل النهاية مع الاتحاد السكندري تلاقي الأهل في كرة اليد بينافس حتى الرمج الأخير والمركز الأول لغاية المباراة الأخيرة فهم نفسها مع الزمالك وبالتالي أنت عندك فريق الماسترز عندنا في ألعاب الصلاة النادي الأهل بيحقق كل الألقاب في ناس تانية بعيد عن كل ده لكن بتحاول تصدر الوهم أنه هم أبطال الصلاة هم في النهاية بعدين كل البعد عن المراحل النهاية المشهد الطيب اللي في الصورة دي وده أهم صورة ممكن نتكلم فيها أن لعبي فريق الأهلي للقرة الطايرة بعد الفوز بالدوري بيدعموا مؤمن زكريا من خلال هذه الصورة الرائعة وكل لعب النادي الأهلي وكل الألعاب داخل النادي الأهلي في رسالة دعم قوي جدا لمؤمن زكريا خلال الفترة اللي جاية دي صورة عائلة الأهلي داخل النادي الأهلي أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل مهمة الفقرة اللي جاية لننا نتكلم على الدوري وإزاي الأندية رجعت للدوري وهل الدور المصري تأثر بسبب التوقف الطويل ومن اللي عمل الفرقات الشاسعة في الدوري وبحق نتائج إيجابية أخرج لفاصل ثم نواصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايات المباريات لفترة الاخيرة كل ده بالتأكيد هيكون محور حديثي حاليا مع الاستاذ ايمن محمد محل الا دا وبالتأكيد احد الناس المهتمة جدا بفكرة التحليل والسكاوتينج والاداء الرقمي بالنسبة لي مباريات الدوري العام والقرى المصرية تحديدا ونعم المقارنات مع كمان دوريات اخرى اللي تمت خلال الفترة الاخيرة لكن في البداية برحب بالكابتن والاستاذ ايمن محمد مسائل خيري ايمن مساءل خير يا محمد ومساء الخير على كل مشاهدي القناة الأهلي العزيزة أهلا بي ومفروك طبعا الترند وبرنامج موفق الله يخليك ودايما إطلاقة مميزة لك يا محمد وأنت من الناس المجاهدين جدا الله يخليك أيمن مرسي لزوك جدا 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 في البرامج اللطيفة الخاصة دي طيب ندخل بسرعة في تفاصيل الموضوع وإحنا خلاص بنقترب من انتهاء المسابقة بإذن الله في نهاية شهر أكتوبر لكن اتلعب ما يقرب من حوالي 10-11 مباراة شايف الدور المصري أداء الفرق لتحليل الرقم الاسكاونتنج تحديدا بعد التوقف الطويل الدور المصري إلى أين ومن أكتر الفرق اللي تقدر تقول يعني تغلبت على التوقف الطويل اللي كان موجود الفترة الأخيرة طيب خلينا نوضح لسادة المشاهدين فكرة بسيطة جدا عن الدور المصري أو عن الأفكار اللي موجودة في الدور المصري بشكل عام قبل الكورونا واستمرت بعد الكورونا الدور المصري بيعتمد يا محمد وبرضو موجودين في الاستدارات تحلية برضو يقدروا يؤكدوا لنا الكلام دوت الكورة طبعا نحن نتكلم دايما على فكرة الأربع مراحل اللي في كورة القدم سواء الهجوم سواء الدفاع أو التحولات من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع تمام أنا مش قدامي يا حصائية بس أنا عايز أقول لك بمجرد النظر كده لو أنت رجعت هتلاقي مثلا أن الكورات السابتة اللي ليك أو اللي عليك بتبقى أقل من أقل الدوريات اللي فيها استغلال للكورة السابتة سواء درابط الحرة أو درابط الركنية مفيش جوم الخداعية برضو فكرة التحولات أنت دايما بتتكلم على الهجومات أو الهجوم المنظم أنت معتمد أكتر في الكورة المصرية عموما في الدوريات على التحول مفيش عندك لعب منظم أو مفيش عندك هجوم منظم البلد أب حتى اللي بيبني من وراء مفيش مثلا كان الأهلي في الدور الأولاني كان الدجلة برضو في الدور الأولاني كان مصر المقصة في الدور الثاني مع كابتن إيهاد جلال هي دي فرق اللي بتعتمد اكتر على فكرة البلد اوب وبالتالي انت معتمد اكتر على اسلوب اللعب المباشر اللي هو انك انت بتحاول توصل بالكورة للمناطق للجولدن زون او للزون فورتين اللي هي المناطق المؤثرة في الملعب وبتحاول تسجل من خلالها بشكل مباشر في المقابل الفرق اللي هي اغلبية الفرق اللي بتلعب صادر الفرق الكبيرة او حتى بتلعب خارج ارضها بيبقى همها دايما او بيبقى الفكر بتاعها ان انا داخل المباراة وانا معايا بنت مش عايز اغفرط فيه فبيبتدي يعتمد على فكرة التحولات ان انا دايما بلعب اربعة خمسة واحد بتشكيلاتها المختلفة سواء انا اربعة اتنين تلاتة او اربعة تلاتة اتنين واحد اه وابتدي اعتمد اكتر في الاكسرية يعني على فكرة التحولات فاذا احنا بنتكلم على الكورة المصرية هي لعبة او احنا معتمدين في الدور المصري بشكل كبير جدا 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 على التحول من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع لو انت بتحاول اه تنقذ مرماق او انك انت تحاول اه تحمي مرماق اه من الهجومات المرتدة طيب ده بالنسبة لقبل ما قبل الكورونا طيب تعال نشوف ما بعد الكورونا ما بعد الكورونا انت عندك حاجة مؤثرة جدا 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 وممكن نبقى ندخل فيها لتحليل اه ده النادي الاهلي في الفترة الاخيرة احنا بنتكلم على ضغط مبارايات مرغيب 72 ساعة و 96 ساعة مفاصل ما بين مباراة ومباراة ده بيأثر ازاي فنان يا محمد ده بيأثر فنان لما انت تيجي تعتمد اه على التحولات فانت المفترض انك بتستنزف بدانيا اكتر لانك انت في مجموعة معينة من اللعيبة الخاصة بالمجموعة الهجومية بشكل واضح او بشكل ضخيط هم دول اللي بيعتمدوا على او هم دول المدير الفني بيعتمد عليهم في فكرة ترجمة الاهداف وبالتالي انت بتعمل استرس اكتر على المجموعة الهجومية المجموعة الهجومية اللي هي رأس الحربة التلاتة لتحديق مع واحد من نصف الملعب سواء ده احنا بنلعب في اربعة تلاتة واحد او حتى في اربعة تلاتة تلاتة فانت بتتكلم ان الضغط الهجومي تقريبا تقريبا بيبقى متوقف على حوالي خمس لعبين هو ده المفترض انك انت تستمر بيهم طول الوقت فده بيأثر عليك بشكل كبير جدا في التركيز انك انت بيبقى معدل الضياقة عندك او معدل مخزون البدني عندك ببتدي الايل لانك انت طبعا بتتطور انك انت في بعض الاحيان او في كتير من الاحيان بتحول ان انك انت تتوفر الجود فبتقلل للضغط وبالتالي لما بتقلل الضغط عندك حتى انت حتى في فكرة الضغط او في فكرة تركيز انك انت تكامل الهجوم بشكل بشكل مستمر لما انت تركيزك او لما فكرتك او انك انت بتحاول تكسل شوية. ده بيأثر عليك ذهنيا. وده كان من ضمن الاسباب مثلا تفاوك برشلونة. لو احنا حبانا نربط ده بالجوز العالمي على اسباب تفاوك برشلونة. فسيضة مرحلة التكيتا كأنك انتك دايما بترهيك بالمنافس انك بتمرر كتير لغاية ما بتعطله ذهنيا. وبالتالي ما بتيجي تفاجئه. بعد كده بتحرك يمين او شمال. بيبتدي المنافس يعبال ما يستوعب التحركات دايد. بيكون فورا اتخذت الفوز. طيب. بغض النظر عن النقاط الموجودة في جدول الدوري. لكن بعد عودة المسابقة. النادي الاهلي اكيد في الصدارة. بسبب عدد المباريات المرتالية وانتصارات الفوز. من اقرب المنافسين للالف تحقيق ارقام ايجابية. هل مصر المقصة. هل بيراميدز الزمالك. هل قريب ولا بعيد. يعني بعد توقف المسابقة وعودتها الفترة الاخيرة. من اللي عم من نتائج ايجابية وقريبة من الاكل. اه يعني انا انا طبعا انا مش مختصص بال بالفكرة الارقام انا مختصص اكتر بالتحقيق ادايا الفني داخل ارض الملعب. اه لكن انا مسلا احب اتكلم مسلا على فكرة الانجاز. تماما. يعني انا ما همنيش ان اه زمالك او بيراميدز او مثلا المقصة او ايحد يحقق اه عدد كبير جدا من النقاط بقدر ما انا شوف هو كان في مركز. داخل الملعب عامل ايه? اه. اه. ولا وحتى يعني مسلا انجاز مسلا زي انجاز مسلا كابتن احمد كشري. اه مع نادي اسوان. مصبوط. مهم جدا جدا. مقارنة بالامكانيات اللي انت موجودة فيها نادي اسوان. ومقارنة يعني بالزروف الصعبة جدا اللي بيمر بيها. فانك انت اتحقق مسلا تلتة 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 فوز واربعة تعدلات تلتاشر بون. تمام. وصل بهم للنقطة تمانية عشرين. فده اعتقد ان حاجة. طيب. مهم جدا. فده من ضمن الانجازات اللي ترتبط باهداف الفريق. يعني هدف الفريق فهدف اصوان ان هو طبعا يوصل او ان هو يبقى في الدور المتازف. اظن ده هدف عظيم جدا جدا جدا. اه. اه. ان هو كان بعيد جدا عن او كان احد المرشحين للهبوط دقوة مع نادي مصر. ومع نادي طنطة. اه. فانك انت تتحقق الهدف بتاعك. فهذا الكامل من المباراة. انت بتحقق الهدف. فده التقط ده التأثير الايجابي او ده التأثير الاهم بالنسبة لي. لكن مثلا فكرة التنافس على المركز التاني او المركز التالت او الرابع. ما اعتقدش ان هي النتائج طبعا متزبزبة ما بين هنا وهنا ما فيش حد عمل طفرة الكبيرة. لكن لو انا هركز على الطفرة الكبيرة اللي حصلت. ففي التأثير هو هروب مصر المقصة. وهروب اسوان من الهروب من من القاع يعني او من من المراكز المتاخرة لما ركز مطمئنة الى حد ما بشكل كبير في الدور المتازف. اكيد. اصد ايمن محمد محل الاداء. بشكرك شكرا جزيلا. وكل التوفيق ليك. والفترة الجاية ان شاء الله يكون معنا مداخلات اخرى عشان نعمل مقارنات بقى ما بين الدور المصر والدور السعودي والاندية الاوروبية او الدوريات الاوروبية بعد العودة احنا فين من هذه الدوريات الفترة الجاية. كل الشكر والتأثير ليك. واخرج الافاصل وبعد الفاصل تريند العالمي وكمان مشاركات الجماهير على السؤال الابرز اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة وهو متعلق بتعليقكم ورأيكم على مستوى التحكيم المصري في الظل لوجود تقنية الفار. اهلا بحضراتكم من جديد والفقرة الاخيرة وقتنا بيجري معاكم بسرعة لكن بالتأكيد بنبقى سعادية ووجودنا معاكم لان هنتكلم في الفقرة الاخيرة على الجماهير. الجماهير النهاردة دخلت وشاركت معنا في السؤال الابرز اللي احنا طرحناه على توقعاتكم ورأيكم بشكل عام في التحكيم المصري بعد وجود تقنية الفار. هل التحكيم بخير? هل في ازمات تحكيمية موجودة? هنعرض مشاركات الجماهير ونشوف الناس رأيها ايه في هذا الملف. نبدأ في اول حاجة بتعليق من محمد فاتح بيقول في حكام بتستغل تقنية الفار حسب اهوها. وفي من يستغل التقنية بطريقة احترافية. وهم قلة. من الممكن يكون هذا لعدم الرقابة او الخبرة. او عدم الدراية الكاملة بالقانون. والله اعلم بما في الكواليس. حسن احمد بيقول والله يا حرام مبارح كان في ضرب الجزاء للاهلي. وابراهيم نور الدين مش حسبها. والموسم الماضي في ماتش الاهلي والانتاج. كان فيه ضرب الجزاء لواليد ازارو مش حسبها. قرارات ظالمة. اهلاوي. ضرب الجزاء واليد ازارو دي من اللعبات اللي تدخل في موسوعة جينيس. اسماعيل شهين قال التحكيم سيء وبطيء وبيطوله كتير قوي في اتخاذ القرار. وحسب مزاجهم وانتماءاتهم بيحسبوا ضربات الجزاء. نشوف مشاركات اخرى. بين الدفراوي قال مساء على كل اهلاوي جميل. اعتقد ان تكنية الفار استخدمها في مصر سيء. لان كل كورة الحكم بيفضل واقف ديتين او خمس دقايق. وده بيضيع وقت اكتر من اللعيبة بتاعت الخصم بتضيعه. واتمنى نركز على افريقيا. بقى لان الدوري محسوم. احمد السروجي بيقول هناك اخطاء في قرارات غرفة الفار وتعنوا اتجاه بعض الاندية. ولكن قد يكون حقق نوعا ما من العدالة. مروان محمد بيقول في حكام حلوة وبتعرف تستخدمه كويس. وفي حكام عايز تدرب عليه تاني عشان بيتحكمه او بيحكمه وحش فيه. اخر اراء معانا محمد سروج بيقول لا تعليق. احمد ابراهيم كمال بيقول غير جيد. مبارك سمير بيقول للأسف الشديد نظام فشل. زي ما شفتم دي تعليقات الناس على السؤال اللي طرحناه بخصوص رأيكم في التحكيم. وده بيأكد على فكرة البيان اللي صدر من النادي الاهلي قبل لحظات واللي بدأنا به حلقة النهاردة وكشفنا من خلاله المشاكل التحكمية ايه. الاهلي بيطالب اتحاد الكرة بايقاف الاخطاء التحكمية وتحديد معايير واضحة لاختيار الحكم. ادارة النادي الاهلي ارسلت خطاب لاتحاد الكرة بتطلب في ايقاف الاخطاء التحكمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الاهلي في بطولة الدوري. مسل ما حدثت في المباراة الاخيرة والتي ارتكب خلالها الحكم. اخطاء فجة. اثرت على نتيجة المباراة. فعلوا دور المراقبين. اختاروا حكام مميزين. اشتغل على حكام جيدين بيحكموا في الملعب. يكونوا موجودين في حكام الفار. ما يكونش ابناء عاملين. عشان المنظومة تبقى ماشية بشكل محترف. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة. ونلتقي على خير بإذن الله في حلقات اخرى قدم.